موسيقى مساء الخير لعلي لا أتجاوز في حق أحد أو في حق الحقيقة إذا أنا رجوت بعض أخوانا وأصدقائنا من المعارضين على الإطلاق لنظرية المؤامرة في التاريخ أن يتأملوا بعض هذه الأحاديث القصن الأحاديث القادمة وأن يتفقوا معنا أو يحاوروا معنا فيما إذا كانت هناك مؤامرة في التاريخ نحن نسلم معهم أو أنا على الأقل ما داشت كلمة أقول نحن لكن أنا أسلم أن التاريخ ليس مؤامرة وقد قلت هذا وكررته لكني لا أزال أرى المؤامرة في التاريخ وأراها أكثر ما تكون في هذه المنطقة بعض الناس بعض إخوانا رافضين لنظرية وجود مؤامرة أنا أعتقد أنهم هم في هذا مسوقين أو متأثرين بصايحات مرات تجلنا في الغرب صراخات تجلنا في الغرب سراع الحضارات فنقول كلنا في سراع حضارات ناسين أننا بدلك نخرج أنفسنا من المسار الإنساني الأكبر للحضارة مرة تانية يقولوا نهاية التاريخ فنقول نهاية التاريخ على الإطلاق ونتسور أن هذا النموذج الأمريكي الذي يديه مقاطي أنه هو داء المحطة النهائية البشرية وهذا ليس صحيح لما بيقولنا العرب مغرمين بالنظرية المؤامرة وناخد هذا الكلام ثم نلوم كل من يتكلم عن مؤامرة في التاريخ أيضا أنا أعتقد أنه هذا نوع من قبول صراخات أو صياحات توجه إلينا وتستحق مننا أظن فيما أظن تستحق مننا بعض التأمل لأنه هذه المنطقة بالتحديد وأنا راجل أتصور أني قرأت شوية في التاريخ وأتصور أنه خبرت شيء عن أحوال هذا العالم عايزة أقول أنه هذه المنطقة أكثر ما تكون ويمكن في العالم كله تعرضا لما يمكن أن يكون مؤامرة في التاريخ والسبب مش لأنه حد ما تقصدنا بالتحديد أو حد حطتنا في باله ويصحوا كل يوم ويجيء كل مساء ويفكر في الإضرار بنا ولكن ببساطة لأننا نحن على مفترق الطرق في العالم بمعنى أي حد على قارعة الطريق مفتوح مكشوف بهذا الشكل على خريطة العالم حتى بالنظر الخريطة عليه أن يدرك أنه معرض أكثر من غيره إلى ما لا يمكن تصوره لأنه هذا هو معرض الحوادث هو موجود في الطريق هو موجود في مجرى الاتصال والصراع والحروب حتى بايد الغرب والشرق نحن سواء كان حسنا أو نسوء حظنا نحن في موقعنا العالم زادت عليه موارد ضرورية العالم هي البترول نتيجة لذلك أننا أصبحنا في وجهة العالم وفي معبر نحن معبر لكل الإمبراطوريات وموقع للصراعات أليس غريباً على سبيل المثال أنا لا أعلم منطقة في العالم كله جرى لها ما جرى العرب في ساكس بيكو لم يحدث ولم أقرأ في التاريخ ولا حد يقدر يقولي أنه حاجة حصلت في العالم المعاصر في الدنيا المعاصرة أو في الدنيا القديمة أنه ناس قاعدوا على خريطة منطقة ثم قسموها إلى الدرجة أنه حتى من صنعوها واحد زي ساكس نفسه يقول نحن جلسنا أمام خريطة الشرق الأوسط كما لو كنا نوزع كعكة هذا كلام ما هو مجرد تعبير لكن هذا كلام ليس تصوير هذا كلام بيعبر حقيقة عن أوضاع لمنطقة إذا كنا نقول الجغرافية وتراكم التاريخ هما العناصر الفاعلة سواء في كل حاجة في السياسة في الأمن القومي في كل ما كنا نتكلم فيه أليس من المنطق أن ننظر إلى وضع هذه المنطقة حتى الجغرافي وحتى التاريخ وأن نسأل وأن ندرك بالضبط كيف حدث أو على الأقل بلاش كيف كيف قدامنا بينه لكن كيف نتسرف افتجاء هذه الظروف التي وضعتنا بهذه الطريقة لأنه كل 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 بشر في الدنيا عندما يواجهوا مشاكل عليهم أن يفهموا هذه المشاكل أن يتقبلوا هذه المشاكل باعتبرها أحكام جغرافيا والتاريخ لا دخل لهم فيها على الأقل من ناحية جغرافيا لكن عليهم أن يعرفوا كيف يتحملوا الآثار الناتجة عن هذا الكلام عن هذه الأوضاع وكيف يديرها لصالح على سبيل المثال أليس غريبا من ساكس بيكو إلى ما نحن فيه الآن المحافظين الجدد في أمريكا عملوا مشروع مشروعهم ما كانش شرق الأوسط المشروع الأصلي هو القرن الأمريكي الجديد بيخططوا للعالم كله بيخططوا للقرن كله لكنه في كل العالم مخططهم لم ينجح إلا في الشرق الأوسط لم ينجح مخطط القرن الأمريكي الجديد في أنه يغير شيء في الصين بالعكس الصين بتنطلق لم ينجح يغير شيء في اليابان بالعكس اليابان بتنطلق لم ينجح يغير شيء في أوروبا بالعكس أوروبا بتتقدم أوروبا الغربية اللي كانت غربية وحتى أوروبا الشرائية في كل حتى إلا في منطقة شرق أوسط بعض الناس يقولوني أن المشروع الأمريكي لم ينجح في شرق أوسط لا نجح على الأسف الشديد بمعنى أنه أمريكا حققت خططها وصنعت بالعالم العربي ما نراه اليوم لكن المسألة هل هو أفدها ولا هو نجح معنا إحنا فيما تعلق بتنفيذ المشروع والضغط علينا حتى وصلنا إلى ما وصلنا لي لكن إذا كان الأمريكان غير قادرين حتى هذه اللحظة على الوصول بما فعلوه بنا إلى نتائجه الطبيعية التي ابتغوها والتي أرادوها إذا كانوا لم يحققوا هذا بعد وممكن ما قدرواش حققوه كمان وأولوا تسوية نهائية بعض إخواننا بيزعلوا مرات لما أحد يقول أن والله في تآمر علينا وفي أسباب لهذه التآمر لكنهم ما بينظروا لهاش لكن تأخذوا بصيحات بتوجه لنا أشياء نحن نحتاج إلى فحصات بمعنى أنا واحد من أنصار جدا أن نصغي إلى كل ما يقال في الدنيا وأن نهتم بكل ما يقال في الدنيا لكن لا ينبغي أن نقبله على علاته وإنما يتحتم أن نتحاور معاه وأن نحاول أن نفهم دواعي أما حد يقول لي صراحة الحضارات وأنا أقبل هذا الكلام وأنشئ صناعة ثقيلة على صراحة الحضارات المفوضيات لصراحة الحضارات والمؤتمرات لصراحة الحضارات إلى آخره عملنا صناعة ثقيلة فعلا من فكرة صراحة الحضارات وهي فكرة ممكن أوي تناقش وممكن أوي يبقى فيها آراء لكن أن تقبل بهذه الطريقة أنا لا أعلم أنها قبلت في حتة إلا زي عندنا لكن ده جاي منين؟ جاي من أنه بسوء الحض هذه المنطقة المكشوفة هي أيضا معرضة للاختراقات سواء الاختراقات العسكرية أو التجارية أو المؤامرة أو الفكرية وأنا بقول أنه واجبنا هذه طبيعة أمور لكن واجبنا فيها ليس أن نقف وأن نتصدى إما أن نستوعب وأن نبتلع كل طعم يوجه إلينا بأي شكل من أشكال وإما أن نعرض عن العالم وإما أن نهتم بما يقول وأي حد يقول أي حاجة لكنها لا تعنينا في بلادة في مقابلات العالم وفي مقابلات أفكاره وإما أن نلوم أنفسنا بأكثر من لازم وإما أن لا نقدر عواملنا وعناصرنا العناصر أو العوامل الفاعلة في أحوالنا وفي ظروفنا الموضوع الذي أتكلم فيه أنا أعتقد وأنا أقول أنه أترجى أنه بعض أخواننا اللي بيرفضوا على الإطلاق كده نظرية أنه فيه مؤامرة أن يضعوا في حسابهم الوضع القائم هنا أن يضعوا في حسابهم الأحوال المتربصة بينا وهي طبيعة أمور أنا عايز أقول أنه لما حد بيبقى موجود مكشوف على قراءة الطريق ثم يقابل ما يقابل السائر على قراءة الطريق هذه طبيعة أشياء لكن عليه أن يتوقع أنا بتصور أن التوقع الطبيعي وإحنا شفناه في برحاية السويس التوقع الطبيعي يتأتى بعنصرين العنصر الأول أن ندرك هنا برجع تاني للعام القوبي أن ندرك أنه ولا بلد في هذه البلاد التي تقطعت كما تقطع كحكة كما تقطع كيكة تمزعت وتوزعت وأخذت يعني غنائم على الأسف الشديد من الإمبراطور العثمانية بإسم الرجل المريض ونحن الآن عائدين بنقسم تاني بكل الوسائل وحتى الذي لا يقسم يدمر زي ما حصل في العراء وزي ما بيحصل في حتة كثير أوي في العالم العربي لكن على حال الطريقة أعتقد أن ندرك وأهمية ما نتكلم فيه في السويسية هنا أنه في عنصرين لابد أن نفهمهم وأن نتأكد منهم واحد أنه ولا بلد في هذه المنطقة يستطيع وحده أن يصون أمن القومي وأن هذه المنطقة عليها أن تدرك وهي في مهب الريح وهي على مفترق الطرق أنه ليس أمامها غير نوع ما من التفاهم نوع ما من الاتحاد نوع ما من الوحدة أي دور على أي وسيلة دور على أي تكأة دور على أي علة لكنه حتى واقع الأمور وواقع الأخطار يفرض عليك نوعا من التلاقي التلاقي الإقريم حاجة تانية يفرض علينا نوع من المعرفة لا يحررنا إلى الحقيقة إذا كنا نستطيع أن ننظر إلى الصراعات وأن لا ننبهر بكل حاجة تتقال ولا نصم أزنى عن السماع كل حاجة تقال ولا نناقش ولا نتحاور مع العالم فأنا أخشى أنه نحن سوف نضيع مستقبلا وسوف نتوه في عالم أنا شايف قدامي عالم معقد وشايف قدامنا أننا إذا لم نتنبه فيه فسوف نكون ضحية فيه إذا وانا برجع وانا بتكلم بترجع إخواننا أنهم إخواننا اللي بيرنكروا على الإطلاق نضيت المؤامرة في التاريخ أنهم يتاقفوا قليلا لكي يتأملوا معنا ماذا جرى لهذه المنطقة سنة ستة وخمسين لأنه إذا كان شرشل بيقول وقالها لكل الناس شرشل رئيسة انجلترا الشهير ما فيش حد حيعلمنا سياسة لكن كتاب التاريخ قراءة كتاب التاريخ تعلمنا سياسة ولا كلية ولا جمعة ولا أي حتة في العالم تعطي لأحد ممكن أو تعطينا قواعد ممكن تدينا أفاق في الاقتصاد في الاجتماع في تاريخ الصراعات في التاريخ الى آخره لكنه التاريخ كله على بعضه هو اللي يقولنا ماذا جرى وهو اللي يعلمنا ماذا ينبغي أن نفعل إذا ما يمكن أن يجري هنا أنا كنت واقف الأسبوع اللي فات عند بعثة منزس اللي هي البعثة التي رأسها رئيس وزارة أستراليا والذي جاء إلى القاهرة في واقع الأمر لكي يسترد قناة السويس أو يسترد قناة السويس عقد الامتياز انتهنا بالتأميم وما حدش حيعرض ذلك لأنه الثبت والرئيس الأمريكي كان واضح في هذا وكل الناس كانوا تعطيها في هذا هذه شركة مؤسسة تبقى القائل المصرية ومن حق مصر القانوني أن تؤممها لكن ما لم يكن أحدا مستعد للتسابح فيه هو اتفاقية القسطنطينية التي تعطي للعالم البحري كله حق في الولاية وفي الإشراف وفي تنظيم وفي مستقبل قناة السويس فمنزيس جاي ما تبكلمش في الامتياز لكن جاي في حقوق المنتفعين بقناة السويس تنظمها معاهدة دولية مصر قابلت بيها وقابلت بيها كمان لأن الدولة الرعية لها في ذلك الوقت أو دولة الكومن والتلب تحميها وهي دولة الخلافة العثمانية دولة موقعة على هذا على الاتفاقية القسطنطينية لكن زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت بعثت منزيس مشت لكن بعد ما مشت بعثت منزيس أنا بترجى بقى نتفرج على نوع المؤامرات كبيرة وصغيرة ساعة يوم ما مشت بعثت منزيس وأنا قدامي كل الوثائق المتعلقة بالله أنا بتكلم فيه لأنه هنا أنا أكثر حرصاً على الوثائق لأنه بسألة أساسية جداً أن ندرك أنه أيوة فيه مؤامرات وأيوة فيه مؤامرات صغيرة وفيه مؤامرات كبيرة أنا عمري بحقيقة وأنا معتقد متصل بالعمل السياسي في العالم العربي على أقل طوال الستين سنة الماضية نفسي قوي مرات أنا بقعط الحق لأي حد أن يقول ما يشاء لكني قطب حاجة واحدة فقط أطلب أنه كل من يتكلم يبقى متأكد بشكل ما من حقائقه لكي يستطيع أن يبني عليها أي فرضيات وعاوز يحطها الحاجة الغريبة قوي بعثت منزيس بتمشي وهم عارفين من الأول أنه بعثت منزيس لن تحقق نجاح كبير لكن باللحظة اللي بتمشي فيها البعثة ألاقي فيه تحضير لقضيتين لمناورتين صغيرين جدا عاوزين يثبتوا أنه مصر لا تستطيع أن تدير قناة السويس ألاقي عمليتين وأنا بحقيقة باستغرب على مرات لما بتي كلمة المؤامرة نتصور مؤامرة حاجة كبيرة أوي كمان لكن تصل المؤامرة إلى درجة في صغرها إلى درجة ما يكاد أن يكون كيد 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 معرفش كيد إيه يعني لكن محدش تصور أن الدول ممكن تعمل كيد ألاقي عمليتين موجودين ألاقي عمليتين ولهم اسم رمزي ألاقي العمليتين بيكلموا على واحدة اسمها بايل أب أول حاجة هي بايل أب هي عملية يقصد بيها ترتيب عادة في قناة السويس كل يوم بتفوت في ذلك الوقت كل يوم بتفوت ما بين 30 إلى 40 مركب على الطريقين في ذلك اليوم رتبوا أنه صفهم تتأخر وأنه صفهم ما عندهاش حاجة لكن تيجي تعمل زحام مرة واحدة لكي تتعطى الملاحة لكي لا تستطيع إدارة قناة السويس المصرية أن تدير القناة ويبدو غداة مغادرة منزلس للقاهرة أنه مش نرفع القناة ويحاول مصر مش قادرة ديرها يبقى فيه يوعزوا للمرشدين الموجودين أنهم يبعدوا لسه ما سحبوهمش لكن هيدون بعدها هذا قرب السحب لكن الحاجة الأولية يعمله عملية تراكم عملية تجمع أكثر من لازم ثلاث مرات أو مرتين ونص حجم الملاحة العادية لكي يضعوا هذا البلد في مأزق يبدو معه وأنه غير قادر بإدارته الجديدة على إدارة قناة السويس ومع ذلك في ذلك اليوم وما تلاقي الإدارة المصرية الموجودة استطاعت بشكل أو آخر أنها لا تتعطى الملاحة في القناة ورغم أن الحركة لمدة يومين كالضعفين تقريبا الحركة العادية مفتعلة وليس واضحة يقول عاوزين نلخمهم وقصدين حاجة تانية يجي يرتبوا يقولوا هنعمل على عملية عملية تانية اسمها واحدة اسمها التزاحم والحاجة التانية اسمها العملية كونفوي يقولوا يقولوا إحنا بعدة منزس مشت ولم تنجح في عملها فإحنا قررنا اتخاذ إجراءات لأنهما لسه بيشتعدوا الحرب وبيكسبوا وقته وبرتبوا مسرح وأنا شرحته لكن كونفوي إيه العملية كونفوي من ناحيتين من قناة السويس شمالاً وجنوماً لكن مع كل مجموعة من المراكب في مركب عسكرية هتيجي السفن وتفوت وتقول مش هدفع رسوم لكني همر ووراهم بارجة عسكرية ومصر عليها تقرر إذا لم تفتح لهم الطريق لكي يمروا ففي بارجة عسكرية هتعمل إيه في هذا الموضوع شمالاً وجنوباً يحاولوا يعملوا ده لكن ببساطة السلطات المصرية في ذلك الوقت وأظن أنه محمود يوني استسرم بعقل جداً في ذلك الوقت قال كويس فوتوا اللي مش عاوزت في رسوم حنبعت لشركتهم فواتير لكن مش هنعطل حاجة ما فيش داعي للبوارج تفوت ولا حاجة اللي مش عاوزت في رسوم حيفوت مغربية فارسوم النهاردة لكن هنبعت له فاتورة ونحصلها فيما بعد لكن لما توصل دول في في تصوراتها وفي تصرفاتها إلى مثل هذا المستوى إذن في المؤامرات هنا ده مش وضع طبيعي هذه مؤامرات تصل إلى حد الكيد لكن بعد المرحلة الكيد دي تدخل الأزمة في موضوع في شكل آخر وهذا شكل أنا أتمنى أن ألفت النظر لي لأنه هنا في موضوع بنشوفه النهاردة وهو الدور المتزايد للشركات إحنا بنقول أنه العالم كله مصالح والدول بتتصرف طلبا لمصالح وساعات برات بنعملش عملية التفكيك اللازمة لكي نرى ما تحت هذه المصالح من يملكها وماذا في شركات وراء الحكومات أو تحت الحكومات في شركات كبيرة أوي ألاقي الشركات في هذه المرحلة ودي كانت بداية عصر إحنا شفنا قبل كده الشركات في العصول والستعمال عمية أدوار كبيرة أوي لكن عمية أدوار بعيدة عن الحكومات أو بحمل الحكومات بشكل أواخر لكن في أزمة السويس بدلنا أن الشركات بقت طرف دولي بما أننا بنكلم عن مصالح ينبغي حمايتها والدول بتحميها فإذن المتحدثين باسم هذه المصالح والممثلين لأصحاب هذه المصالح جايين بيتكلموا وجايين داخلين في الأزمات ألاقي نقلة غريبة قوي في هذه المرحلة الدول بتتكلم وعاوزين حرب فرنسا وإنجلترا عاوزين حرب وأمريكا بتتصرف بتنتظر وفي ذهنها فيه سياسة معينة لكن فيه الشركات بتخش في هذه المرحلة ألاقي شركتين بالتحديد يخشوا وهذه يدخلوا إلى هذه الأزمة وهذه إشارة مبكرة جدا إلى الدورسة وفتلعبوا فيما بعد أنواع كثيرة من الشركات من أول شركات لتصناعة السلاح في ذلك الوقت اللي تدخل شركتين شركة قناة السويس وشركة شالل البترول فيما بعد شفنا شركات كتير قوي بتخشوا لأينا عصر من تدخل الشركات إلى درجة الشركات فيه أصبحت دول فاعلة أو أصبحت لها قوة الدول لكن هنا فيه بذور التجربة مبكرة إنجلترا وفرنسا بيحاولوا يستعدوا وبيكتشفوا أن الحرب مش سهلة وبيكتشفوا أنهم محتاجين لاستعداد أكتر وبيهيأوا مسرح العمليات بشكل أواخر والأمريكان بيتصرفوا بطريقة معينة بشكل معين والروس يدركوا أنه فيه معركة جاية وبرتبوا مواقعهم في شرق أوروبا لأنه فيه اتصال بين الشرق الأوسط وشرق أوروبا حتى في التخطيط الأمريكي بمقدار ما الأمريكان وأنا تحدد تكلمت عن هذا في قبل كده أنه فيه ارتباط بين أوروبا الشرقية وبين الشرق الأوسط الأمريكان يتصوروا أن الروس بصفقة أسلحة عملوا بريكترو وعملوا دخول في الشرق الأوسط فهم أيضا بيعملوا دخول في شرق أوروبا لكي يردوا عليهم ويثبتوه لكن فيه مرحلة قلقة في العالم وفيه يبدو أنه بعد بعض منزز وبعد المنارس الصغيرة دي كلها فيه فراغ في الفعل من يتقدم لهذا الفراغ؟ تتقدم شاكتشال تتقدم شاكتشال وقدام مذاكرتها الحكومة البريطانية تقول الحكومة البريطانية أنه اعملوا لنتعزينه لكن فيه مسألة مهمة قوي لا يمكن لا تستطيع المصالح البريطانية أن تتقبل فكرة تأميم فكرة التأميم في حد ذاته أين كان التأميم والتجه لفين بتقول لهم إحنا شفنا أزل المصدق واستطعنا استطاعت أمريكا والسي اي اي بالموسطة السي اي اي أن تسقط صورة المصدق لتأميم البترول لكن إذا عادت صحيحة التأميم مرة أخرى لمصالح الغربية إذن فموقف الغرب وكله في خطر وبالتالي فنحن مستعدين أن نفعل كل شيء لأنه موضوع التأميم فكرة تأميم تدخل شركة سويس تقول لغاية النهاردة وأنا ألاقي اجتماع قاعد فيه رئيس مجلد إداري شركة قناة سويس مع وزير خارجية فرنسا وجايبين السفير البريطاني في باريس وهو سير جلادوين جاب وأنا بعرفه بعرفه وبعرف بنته فانيسا بتجوزها هيو توماس وهو واحد من أهم المؤرخين في إنجلترا النهاردة وكان عامل كتاب مهم قوي على عملية سويس هذه العملية بالتحديد لكن في السفارة البريطانية في باريس بيجي رئيس مجلد إداري شركة قناة سويس وبتيجي وفي حضور وزير خارجية فرنسا ورئيس مجلد إداري شركة قناة سويس بيقول لهم إحنا شايفين لغاية النهاردة فيه مسألة غلط تستعدوا عسكريا وفيه كلام بيتقال لكن نحن نريد أن تتنبهوا إلى شيء مهم بقاوي ده الشركة اللي بتقول الكلام ده إنه لحد النهاردة ما نرى أمامنا هو إجراءات عقابية لكننا نتصور نحن وشركة شال أن الأمور تقتضي نظرة إلى المستقبل وتنسيق لأنه الكلام اللي أنت بتقوله ده النظرة العقابية هذه لن تؤدي إلى شيء إنجلترا زعلانة لأنه قناة سويس تأميم شركة قناة سويس بدأ وكأنه مصر خانت إنجلترا وأنها بعدما خرجت قوتها لم تدخل معها في أحلاف وسبتها لوحدها وبالتالي إيدن بيشعر أنه مصر خانته ثم هو يتصور أنه هو بيعرف مصر مفاجأ وغاضب وزعلان من اللي حصل في الأردن ومن طرد جلب لكن وهو هنا يريد أن يعاقب جمال عبد الناصر أو عاوز يريد أن يعاقب مصر مش هو ده الموضوع فرنسا زعلانة متغازة أو متضيقة جدا لأنه اللي بيعمله تعمله مصر في الجزائر ومساعدتها للثورة الجزائرية بتدفعها إلى أشياء جنب أنه قناة السويس شركة قناة السويس هي شركة وإن كانت لها شركة لها وضع خاص هي شركة بالملكية الأدابية والتاريخية تتصور فرنسا إنها ملكها وبالحماية العسكرية وبالوجود وجودها في مصر اللي كانت تستعمرها بريطانية تتصور بريطانيا إنها محمية عسكرية لكن تأميم الشركة إذا نظر إليه على أنه عقاب من جانب الدولتين إذن نظر الإقابية مش هتواد الحاجة نحن نطلب تقريبا تقريبا بيقولوا كلام ده نحن نطلب باسم المصارح المشتركة إنه الدولتين يعودوا ينسقوا ويتكلموا كلام جد لأنه هذا الكلام اللي تبدو فيه نظر الإقابية غالبة على كل شيء ينتفي منه المستقبل ويبدو منه فقط الماضي نحن نعاقب على أشياء نعتبرها جرائم حدثت لكننا لا نرسم طريق المستقبل وبعد كده تبتدي الدولتين يبعت جلادوين جيب سير جلادوين جيب سافير البريطاني في باريز يبعت وزارة الخارجية البريطانية تبعت لرئيس الوزارة في أنتوني إيدن يقوله أنه الاقتراحي الموجود النهاردة في باريز هو أنه ضرورة التنسيق على أعلى مستوى وعلى أبعد مدى خصوصا وأنه الأمريكان متربصين وأنه الأمريكان عندهم خطط قد لا تختلف في النهاية عن اللي نحن نكلم فيه لكنهم يريدون الخطط ونتائي الخطط وثمار الخطط لأنفسهم ونحن لنا ننظر آخر وينبغي أن نتصرف وقد حان الوقت تقريبا لأنطانت كورديال لتفاهم ودي آخر بين بريطانيا وفرنسا يبحث بالمستقبل ولاقي محادثات تبدأ يتولىها جلادون جاب في باريز وتبدأ والوثائق تقولي على التنسيق ومدى التنسيق الجاري إلى أبعد بدأ في شأن المستقبل يبتدوا يتكلموا ألاقي الوزارة الخارجية رئاسة الوزارة البريطانية في واقع الأمر دخلت مع رئاسة الوزارة الفرنساوية بيتكلموا على كيف يمكن أن تكون الحرب القادمة لنا مع مصر بداية ومقدمة لتسوية الأمور في الشرق الأوسط بيننا في العالم العربي بالتحديد بيننا من أول الجزائر لغاية العراء فيبتدوا يتكلموا الفرنساويين يطرحوا أسباب خلافهم فين والإنجليزي يطرحوا أسباب خلافهم فين يتفقوا على أنه لكي يكون تعاوننا الجاي في مصر وضربنا القادم وحربنا القادمة مع مصر جزءا من تسوية شاملة وجزءا من عهد جديد في المنطقة نتقاسم في النفوذ مرة أخرى زي ساكس بيكو إعادة ساكس بيكو علينا أن نسوي كل المشاكل حتى يبتد بيتكلموا على الحرب معنا على مصر الهدف بداية هي الحرب لكن الحرب كمقدمة لأشياء ماذا نفعل في المغرب العربي وتبتدي فرنسا تقول إحنا عايزين كذا طب إيه اللي ممكن نتفق عليه في المغرب العربي إيه اللي ممكن تقبلوا به يتكلموا على حلفة بغداد فرنسا تقول أنا مش عايز متضايقة من حلفة بغداد دخل فيه مناطق نفوذ لنا وزي سوريا أو بيتحاولوا دخلون فيها سوريا ونبنان ويبتدي البترول يبتدي مناقشة واسعة المدى الأساس هو التعاون إلى حرب على حرب مع مصر لكن لابد أن يكون التعاون للحرب مع مصر مقدمة لتسوية لكل أوضاع العالم العربي بالتقاسم بين الاثنين أن تدكرها الثاني توافق ودي تاني زي الوفاق الودي اللي حصل سنة 1904 عودة أخرى إلى تقسيم منطقة وهذا ما يجب أن ندرك ونحن نتكلم على مستقبل منطقة ونقول فيه أن المنطقة ما لم تتماسك بشكل أواخر فسوف تصبح قطعا موزعة على كل الطامعين غريبة جدا أنه الكلام واحد الحرب على مصر الاحتلال مصر وده بيكلموا فيه تفصيلا مين هيخش إنجلترا بتقول أنا حننزل أنا حط أكبر قوات فرنسة بتقول إحنا هنخش معاكم القوات مين يدير إحنا هندير إيه يتفقوا على أنه إنجلترا سوف تدير بعد الاحتلال حتدير القاهرة والدلتا مصر يعني مصر البروبر مصر الأساسي فرنسا هترجع بس تدير منطقة خلال السويس لكن مصر البروبر هتاخدها ده في إنجلترا يعني تصل التفاصيل حكومة بعد كده أي حكومة هنجيب داخلين ناس بتتكلم بتتكلم على غازه بتتكلم على الترتيب لحرب بتتكلم على الترتيب لإقليم كله يعتقدوا إنه مملوك لهم لما شوف إزاي في الوثائق أولاقي ناس بتتحدد بتتكلم وبتحدد أولاقي اجتماعات في أول اجتماعات يقولوا على سبيل المثال تقرير المهم اللي بعته سر جلاد ونجيب الأولاني اللي بيقول فيه بيحدد فيه زي ما أي ناس لازم يعمله أنه بيحدد فيه الهدف يقول بيقول إيه وهذا قبل وزارة الخارجية البريطانية قابلته وعطومة كأساس سياسي يجب أن نقرر بأسرع ما يمكن ما هي النية العامة وأن نتوصل لاتفاق محدد وقد قدم الفرنسيين نص التالي واحد إقامة حكومة جديدة في مصر تكون مستعدة لقبول التسوية الجديدة لقناة السويس ولهذا السبب فنحن نريد حكومة مصرية صديقة الغرب تتمتع بالدعم الشعبي بقدر ما هو ممكن ولذلك علينا أن نتجنب أي أضرار غير ضرورية لكي نوضح أننا بالرغم من عدائنا لناصر فإننا أصدقاء للشعب المصري طيب إلى أن يتم عقدة الاتفاق مع الحكومة المصرية الجديدة بيتكلم حنعمل إيه في قرية السويس وهنبول حرية الملاحة ومين هم اللي حيدينه قرية السويس وبعدين الجلترة حتبقى بتدير فين وفرنسا حتدير فين وبعدين تيجي نقطة مهمة قوي وقابل برضه في تقسيم منطق أنه فرنسا بتقول إيه بتقول أنه هنا إسرائيل حنعمل فيها إيه إسرائيل موجودة ومهتمة وهي طرف لا يمكنها بعده لكن إنجلترة بتقول أنه دخول إسرائيل علنا إلى الصورة سوف يؤدي إلى مشاكل لأنه بالنسبة للسعوديين وهم أصدقاء خصاً لأمريكا وبالنسبة للهاشميين وهم معنا في حلفة بغداد الهاشميين في العراق لابد أن ندرك أنه دخول إسرائيل صراحة سوف يؤدي إلى مشاكل بالنسبة لنا فجلسات طويلة كيف يمكن ترضية إسرائيل بما يكفيها لكي تسكت والحاجة التانية كيف يمكن إخفاء دورها إذا قصد أن لا يكون لها دور إلى درجة أنه تعليمات من وزير رئيس الوزارة البريطانية بتقول للسفير البريطاني في باريس بتقول له من فضلك حتى في تقاريرك انتبعتها لنا لأنه بيشوفوها موظفي الخارجية من فضلك ما تذكرش كلمة ما تذكرش حاجة على إسرائيل ما تقولش حاجة على إسرائيل لا بالسلب ولا بالإجاب خلي الكلام ده يتقال شافوي هنا ساعات أنا بستغرب في أي حكومات حكومات الغرب فيش حاجة اسمها كلام لا يذكر في تقارير قضية كلها إلا إذا كان فيه لأنه هنا الحكومات بينزل مستوها من مستوى الحكم إلى مستوى التآمر من مستوى إدارة صراع إلى مستوى الكيد بالطريقة اللي شفناها في العمليات عمليات زي العملية كونفوي عملية القافلة وزي عملية التزاح غريبة قوي أنه هذا الذي حدث في ذلك الوقت لا يزال بيتكرر معنا تكرر معنا كتير قوي في دور لإسرائيل يتعمل إزاي تعالوا نشتركوا معنا مسلا سبيل المثال في ضرب مصر في ذلك الوقت وإحنا سكتوا أيها العرب يالي في حل في مغداد أو في غرح ما عليش إحنا هندرب مصر في هذه اللحظة لأنها عملت حاجة خطرة عليكم وأنتم لا تدركوا هذا الخطر بعد لكن إذا سكتوا فإحنا هنفوت حاجة نخلي إسرائيل تقبل تسوية كذا 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 وتجيكم حاجة تعاملت بعد كده معنا في حرب العراق الحرب العراق الأولى في تحرير الكويت تعالوا تعاونوا معنا في تحرير الكويت ونحن سوف نعطيكم شيئا في فلسطين وتعقد مؤتمر بدرين المرة الثانية تعالوا حربوا معنا في تدمير العراق ونحن سوف نعطيكم شيئا في فلسطين وتعاملت حكات الخرافة اللي اسمها خارجة الطريق مرة دي إسرائيل عاوزة تنفس كلها عاوزة وتصل تسوية نهائية ومتقالها تبتعالوا على أنابوليس وإلى غيرها لكن على أي حال لكن منتعلمش حاجة أبدا مع الأسف الشديد يعني لكن في ذلك الوقت بيقولوا بيحاولوا يخلوا إسرائيل بعيدة لأنه what is at stake اللي موجود في الساحة المصالح المطلوبة والمعرضة والمكشوف وحجم العمليات المطلوبة عملها وضرورة الانتظار لفترة لأنه باين أنه ما فيش غزب القوات فيش قوات جاهزة بهذه الطريقة بهذه الطريقة أنه هما بتصوروها وظهر أنهم العملية أكتر مما ينبغي أكتر مما يمكن فيه تربص فيه خوف فيه قلق من أمريكا وفيه تخوف من الاتحاد السوفيتي وفيه الحاجة الغريبة قوي أنه الجماعة اللي بيحاولوا يخبوا عن أمريكا ويحتفظ نفسهم بالجزء الأكبر للنفوذ فيها على طريقة سايس بيكو سايس بيكو أيضا عاوزين أمريكا في حاجة مهمة جدا وهي تأمين خطة الاتحاد السوفيتي فيما إذا لو بدأ غزو وبدأ فيه مقاومة هما ما كانوش متصورين هبقى فيه مقاومة كبيرة لكن هنا عاوزيني نطمئون موقف السوفيتي موقف السوفيتي مين يؤمنه اللي حتأمنه الولايات المتحدة الأمريكية عايزنهاور واخد موقف ألوف طيب كيف يمكن يقناعه لكن فيه موقف معقد وفيه واضح أن فيه وقت حتاخد وقت لكن التخطيط لا ينتظر شيء يوصل التخطيط أنه طيب فيه القوات سوف تتأخر بنحشد قوات وبنبعد قوات وبنعمل كل حاجة في القوات لكن واضح أن القوات فيه وقت أطول إيدا لما كان بيتصور أنه حنعمل عملية أسكرية بسرعة كرد فعل سريع وحد زي جنرال ستوكو اللي قال له نقدر ننزل 1700 فيه اقتراح يعني ننزل 1700 أسكري ونعززهم في اليوم التالي أو فيما بعد ظهرنا خطة لا يمكن تتعامل وأنها خطيرة إلى أبعد مدى لأنه 1800 عسكرية مقرسهم حياة يبقوا خلصوا على القوات المصرية وأي تعزيزات تجي لهم وسوف يجدوا أنهم بيخسروا نفسهم بيخسروا معركتهم بقطرات زي جنب قطر قطر فلازم يحشدوا الحاجة هي قدوة فرنسا بعملة تبعت ثم ظهر أن فرنسا بالنسبة للموقف في الجزائر حتبعت عدد محدود من القوات ستبعت حوالي سبعين ألف ستين لسبعين ألف لكن إنجلترا عاوزة تحط أكتر مما الحاجة الغريبة جدا أنه قالوا الفرقة العشرة البريطانية لابد تبقى جاهزة لتدخل وموجودة في انسحبت من القرس وموجودة أصلها في قاعد القرس فعساكرها أقرب إلى أن يكونوا عساكرها وزبطها وخططها أقرب ما تكون إلى العمل في مصر إلى إمكانية العمل في مصر لكن لئاسة الوزارة البريطانية تتصور أن الفرقة موجودة في أبرص ثم يكتشفوا أن الفرقة واصلت إنجلترا في زحام الإدارات بتتصرف أو حكومات بتتصرف من غير ما بتبقى إحنا مرات نتصور أنه العجز الإداري بس حكر علينا لكن هو أكتر قوي العالم كله في مثل هذا العجز يعني أنا يعني ما فيش حد قدامه لو إنه في حد فينا في البشر عنده كل خريطة ما ينبغي أن يفعل وما لا يفعل واضحة أمامه كانت فيه أخطاء كتير جدا تم تجنبها في التاريخ لكن مع الأسف ما على الأسف مرات الحص الحظ فرقة العشرة اللي فهمين إنها موجودة في أبرص وإنها جاهزة تنقدلة ظهر لها في إنجلترا فعليه فيه وقت مطلوب الحشد طب نعمل إيه وبعدين بان تقارير سير هانفريد فيليان في ذلك الوقت وأنا بعتقد أنها لعبة دور كبير قوي تقارير سير هانفريد فيليان وزي هاملتون المستشار القضائي والمستشار القانوني في السفارة وزي عدد من الموظفين الدائمين في القسم الشرقي الناس دول عندهم تصور أنه مصر ما هيش بتاعت حروب مش داخلة في حروب دي ناس كتير قوي فاهمين كده لكن بيتصوروا أنه حتى التظاهر العسكري المظاهرات العسكرية قد تحدث خلخلة في مصر تخوف مصر وفي مظاهرات العسكرية مشي كتير حجد قوات مش عارف الفرق مش عارف الكلام اللي جاينا في الجرائد وفاقيات الأنباء واللي بقى في التصريحات في حشود عملة تيجي على أبرص وإحنا عارفين أنه في حشود عارفين في حشود وعارفين في قوات لكن محدش طبعا عارف حجم القوات إيه بالتحديد سلاح القوات إيه خطط القوات إيه فين إلى آخر لكن في حشود وأي حد أعصابه ترتج في هذا لكن سرهانفريت ريفيليان ما عندوش اللي عند الخبراء الأدامي اللي قاعدين واللي تكلسوا واللي بيعرفوا مصر في مرحلة معينة فسرهانفريت ريفيليان يبعث يقول والله لغاية دلوقتي يبدو لي أن الشعب المصري متماسك وراء قياته وأنه برغم كل اللي حاصل ده كله أنا أخشى أنه إذا حدت شيء فإن المصريين سوف يقاوموا وبعدين كل الكلام ده يروح لإيدن فيه في نصائح متضربة أنا أشوف تأشيرة لأنتون إيدن رئيس الوزارة رئيس الوزارة البريطانية على تقرير بعته سرهانفريت ريفيليان سرهانفريت ريفيليان بيقول المصريين سوف يقاتله رئيس الوزارة بيقاشر جنبها بيقول إيه يقول تلهم تتشيرب قلوله يعني يتفاقل شوية من فضله يعني ما يضيقش أول درجات فيه استهانة لأنه رئيس الوزارة هنا مش بيتكلم عن غلط مش بيتكلم مش بيستهتر بسفيره لكن الإشارة فيها معنى الاستهتر لكن فيه فرق بين رؤيتين هنا رئيس الوزارة بيقوله المصريين هيقوموا ويبقى فيه معركة عسكرية صعبة أو أو ممكن تبقى صعبة أو وفيه خبراء قدام في القسم الشرقي وفي وزارة خارجية وفي وزارة المستعمرات موجودين في مصر من قبله بكتير أو وقالوا يعني فيه وسائل كتير أو العمل في مصر وما فيش أو الكلام اللي بيقوله السفير أكتر من كده وهو أهم في اعتقادي أنه رئيس الوزارة نفسه أنتوني إيدن يعتبر نفسه خبير بالشؤون المصريين هو بيقول أو وهذا واضح قدامي بيقول وأنا بعرف تفاصيل كتير أوي عن تفكيره في ذلك الوقت والوثائق كمان فيه كتير أوي عن هذا الكلام بيقول هو بيعرف مصر لكن مش قدر يدرك أنه فيه تغيرات حصلة في مصر وأنه فيه أشياء مختلفة عن ما هو يعلمه هو بيقول أنا كنت موجود سنة ستة وثلاثين أنا اللي عملت مع ستة وثلاثين مع الوفد مع حكمة الوفد وأنا عارف المصريين يقدر يوصلوا إيه الحاجة هم مش بطوح حرب لكن ممكن يعملوا مظاهرات ولكن المظاهرات بيعملوا بيها بيحرقوا ترموايات بيحرقوا أوتوبيسات بيكسروا محلات بي عندهم في بتاعتهم لكن لا يستطيعوا الإضرار بنا ينتظاهر هنهدد وحنعمل وحنحتل وحنعمل اللي عايزين ويعملوا مظاهرات ما عنديش مشكلة فهو بعدين يقول أنا بعرف هو بعرف مصر اللي هو وجه اللي كان موجود لما وجهناه انظار أربعف براير لما وجهناه انظار أربعف براير للقصر قدر يرفض ثم أنه نحاس باشا كان قابل للانظار وما كانش ممكن يبقى فيه تفسير أما يجي أما فاربعف براير على سبيل مثال لما يتروح للملك فاروق رسالة من السفير بريطاني نصها إذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساء أن مصطفى النحاس قد كلف بتأليف الوزارة فإن الملك فاروق تحمل تابعة ما يعمل ساعة بالسفير يكتب كده لابد أن يكون واثقا النحاس باشا هيستجيب لأنه تبقى فضيحة لو أنه وجه انظار بهذا المعنى للملك فاروق وجه النحاس باشا قال والله أنا لا أستطيع أنا أستطيع أن نؤدي في المزارة بهذه الطريقة فهو يعلم أنه في عناصر في مصر وحتى رجل في بصرابة مصطفى النحاس وفي ضيقه من الملك فاروق مستعدين يقبله فالتعليمات الموجودة ابحثونا في مصر ونحن نرتب العمليات ابحثونا الكلام اللي بيقوله السفير ده هونفرد ريفليون اللي بتصورني فيه مقاومة ما أظنش ممكن أول حماسة تاخد مصريين لكن عند لحظة معينة هما لم يتأثروا يمكن حتى كلام طبقا لكلام سرهانفرد ريفليون لم يتأثروا بمشهد المراكب اللي راحها شايلة عساكر وتفرغ عساكر وتفرغ دبابات ممكن لكن بعد شوية هتبقى المساء الأكتر مد فترة السماح انتظر حيحصل حينهاره لكن إمتى حينهاره يمكن مقاومتهم النهاردة بيت أصلب شوية مما كنا نعرف قديما مما كان إيدن يعرف قديما لكن احنا مقربين من نقطة الانكسار علينا أن نواصل الفعل وأن نصل إلى نقطة الانكسار وأن نصل إلى النقطة اللي ينكسروا فيها إيدن واعتقاد إيدن أنه في اللحظة اللي يباند فيها أنه فيه انذار نهائي موجه إلى مصر تهى الموضوع مش بس الترتيب والتفكير أنه في هذه اللحظة التي يزداد فيها الضغط ويبدو أمام المصريين أن الأمر جدا لا هزل فيه وأنها ليست مسألة مظاهرات من قوة المسلح وأنه فيه ضربة قادمة إذن فسوف ينهار كل شيء حتى لو فضلنا لغاية وده تقدير إيدن لو فضلنا لغاية لحظة التدخل العملي وبدأ يبقى باين أنه فيه هم بالعمليات فعلا أو إذا حدثت فعلا فحتى الجيش المصري حتى الجيش المصري سوف تهتز عصابه فإذا اهتزت عصاب الجيش المصري وتخلخلت أموره فسوف يسقط النظام وعلينا أن نبحث ماذا نفعل هنا تبتدي نقلة تانية في القناة السويس والضرورة استعادتها بمقتل القسطنطينية وفي المناورات الصغيرة وفي المؤامرة الكبرى للعمل وفي أنه يبعده إسرائيل وألاء برقية بتقول من سفير جلادوين جاب بيقول لجحنا أخيرا في إقناع الفرنسوين أنه سيبعده إسرائيل أنه إسرائيل مش موجودة في هذا لاحظوا فعلا الفرنسوين اقتناعا بحجج الإنجليز ولأنهم حاسين الإنجليز هم الشريك الأكبر في العمليات القادمة يبتدوا يقبلوا فعلا فكرة أنه وجود الإنجليز بطريقة قد تكون أكثر كثافة قد يغني عن استعانة بإسرائيل خاصة الإنجليز قدامهم يبدو أنهم عارفين المنطقة بيشتغلوا فيها بيشتغلوا في مصر من الداخل يبدو إيدن وكأنه خبير بالشأن المصري عارف بيأمل إيه عندهم ناس جوه أو يتصوروا هكذا يبتدي بناورات العسكرية ماشية الحجد عسكري ماشي مجتمع الدول أمريكا بيعوضوا غياب أمريكا عنهم بأنهم بيتفاهموا بينهم الأقصى مدى أنه بدل الحلف الدعم اللي ممكن يتمنوه من أمريكا قد لا يجيء بالكامل لكن حجم التعاون بين الدولتين حاضرا ومستقبلا وفيما بعد الحملة على مصر قد يعوض شوية عن أمريكا لكنهم عايزين من أمريكا حاجة واحدة بس وهو سوفيت تحادل سوفيت لأنه ده مسألة لا قبل لهم بها هما الاتنين نعم وبعدين تعالى خش ده ندخل في الوضع المصري ونحن أدرى به نرتب لعملات عسكرية لكن علينا أن نتذكر ونحن بنعرف مصر أنه حتى هذه المدارات العسكرية بنعملها أنه بنى قوات ظهار الجدية في استعمال هذه القوات قد يؤدي إلى انهيار في الوضع المصري دون أن نضطر لاستخدام القوة وده كانت عقلية فكرة عقلية مستولية على تفكير إيدن وعلى تصوراته يمكن سواء بالتمني بالوشفل تينكينج وده مرات بيجي للساسة أو بتصور معرفة وهذه كارثة عند بعض الساسة بعض الساسة يبقى عندهم تصور أنهم في أمور هم ما بيعرفوها وأنهم خبيرين بيها وأنهم يستطيعون حتى بالإنتويشن حتى بالإحساس الداخلي عند القادة أو عند الرؤساء أو عند الزعماء أنهم يتصرف فيها لكنه ما بيدركوش أن الظروف تغيرت لكن عند لحظة معينة الوضع في مصل ثابت هامفريد ريفليان بيقول حيحربه تريفور آفانس بيقول لا يعني لكن يبتدي إيدن يبتدي يقول يدي تعليمات بأنه طيب إذا كنا نويين عمليات وإحنا مشيين في العمليات وإذا كنا الحرب قادمة ونحن متأكدين أنها مسألة أسابيع بكتير قوي من استعداد وإذا كانت المراس ولا ما بننفعش ونحن نضغط وفي خلاف بين الناس اللي موجودين في وصف السفير بيقول حاجة وبنقوله تشير من فضلك تفاعد شوية والتانين بيقولوا حاجة طب لابد أن نعزز هذا بإمكانية عمل داخلي داخل مصر يبتدي تعليمات تصدر باختيار واحد أنا بأعتقد اللي هو ماري ماري كان واحد من كان وزير مفوض في القاهرة لكن خدم فترة طويلة هو عمل علاقات طويلة أو يوسعها يبتدي ماري يعين كمستشار سياسي للجنرال كتلي وهو القائد المكلف بالغزو بعمية الغزو يبقى هو مستشاره السياسي للشأن الداخلي مكلف بالإشراف على الإدارة المصرية التي سوف تقوم بعد الاحتلال ويبتدي ماري كان بعد شوية يرجع يشكل تيم فيه تريفور ايفنز وهاملتون ويبتدوا يبصوا على الوضع المصري والمهم ما قدامهم أنه في الداخل وفي ظرف لا يزيد عن ثلاث أربع أسابيع يكونوا رتبوا حكومة بديلة رتبوا أوضاع معينة رتبوا هيكل على الأقل تقدير أو قاعدة إدارية على الأقل تقدير القوات لما تيجي وتحتل تستطيع أن تطمئن إلى إدارة تدير الداخل تحت إشراف مستر ماري ثم بدأت عمليات من أغرب ما يمكن في السياسة المصرية سبعه على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة